أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بتكليف الفريق الروكن قاسم نزال بمهام مساعد رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات جاءت هذه الخطوة ضمن تغييرات تجريها الحكومة العراقية لبعض القياديين الميدانيين عقب شن تنظيم داعش هجمات في مناطق عراقية مختلفة في الأوينة الأخيرة وكان السوداني أصدر قبل ذلك جملة توجيهات وتعليمات للقادة الأمنيين على خلفية سلسلة الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في الديالا وكاركوك وغيرهما من المناطق لمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسادي حيدر إذن ماذا في التفاصيل هذا التكليف وتداعياته بشكل عام هذا التكليف جاء على خلفية الهجمات أو النشاط الذي سجلته الساحة العراقية خلال الأسابيع الماضية لخلايا تنظيم داعش في جنوب كاركوك وفي محافظة ديالا وفي شمال مناطق العاصمة العراقية بغداد هذا التكليف أيضا جاء لاستقدام قيادات أمنية عسكرية لها خبرة في قارع التنظيم داعش وخصوصا في المناطق الغربية وبالتالي السيد قاسم نزال أحد القيادات التي قارع التنظيم داعش في مناطق غرب العراق ومناطق مختلفة وعلى دراية وعلم بتكتيكات هذا التنظيم لذلك استدعى الأمر أن يتم استقدام مثل هكذا شخصيات للتواجد في المواقع العليا للمؤسسة العسكرية ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات خلال الساعات أو الأيام المقبلة في القيادات الميدانية للمناطق الساخنة وخصوصا في مناطق جنوب كاركوك ومحافظة ديالا وشمال بغداد الخطط الأمنية العسكرية خطط استباقية يتم بين الحين والآخر قتل عناصر من تنظيم داعش ولكن في المقابل هذا التنظيم أيضا يستخدم أساليب وتكتيكات مختلفة استدعى أن يكون هناك تغييرات أمنية على أعلى المستويات لمواجهتها نعم شكرا لك من بغداد مرسلنا حيدر الأسادي ترجمة نانسي قنقر